تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلت سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورسودان بدولة السودان تحمل مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتين الدفاع والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصرية وبيت الزكاة والصدقات المصرية تنفيذاً لتوجهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واستمراراً لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان الشقيق وصلت سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورسودان بدولة السودان محملة بمئات الأطنان من المساعدات الإغاثية الغذائية والإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتين الدفاع والتضامن الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصرية وبيت الزكاة والصدقات المصرية وسيتم دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة والأكثر احتياجاً بدولة السودان الشقيق ومن جانبهم أعرب مسؤول الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر عربية مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق الحياة النهاردة احنا سعداء ومتشرفين بوصول المركب الحربي المصري اللي جات النهاردة بتوجيهات من القيادة السياسية من السيد الرئيس عرفتاح السيسي رئيس الجمهورية القادة العالى للقوات المسلحة اللي وجه بإرسال هذا المركب للسودان الشقيق استمراراً للجسر الجوي والبحري اللي وجه سيادته بتوجيهه للسودان اعتباراً من أحداث 15 إبريل الماضي ساعدنا بتصديق السيد القائد العام للقوات المسلحة أيضاً على سرعة إرسال هذا المركب تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس الجمهورية المركب دي جسر ورمز ومؤشر كبير لما تقدمه مصر من دعم لإخوانها في السودان حاجة سعادات هذا الصباح أن نكون في استقبال الدفع التامي سعادات الإنسانية والصحية والطبيعية التي تقوم بتقديم الحكومة المصرية لأقوامهم في شعب السودان ومثلت الأنزمة التي حصلت أخيراً نحن حاجة سعادات جداً أن نقدم بكل الشكر لأقواتنا في جمهورة مصر العربية حكومة المشعب لهذا المصر وأنه بالصورة خاصة لغوات المصلحة المصرية التي نعمل بترحيل هذا الجهد الكبير وكل الجهة الدعمة لهم نحن حاجة نتمنى أن تزور هذه الأزمة قريبة نتعود لعلاقات لعلاقات بتاعة مشاركة وتنمية ومشاريع متقدمة إن شاء الله نحن الآن في بناء برسودان نستقبل الباخرة أبو سيمبل الباخرة المصرية التي تحمل 270 طن من المساعدات الإنسانية لأشقاهم هنا في جمهورية السودان ونحن بهذه المناسبة شكرنا بنرسل حار جداً لشعب مصر وليقيادة مصر الحكيمة ولكل أهلنا في شمال الوادي بهذه المناسبة ونسأل الله سبحانه وعلاقات ويعززها وفي سياق متصل وصل إلى جمهورية مصر العربية عدد من الرعاية المصريين والسودانيين القادمين من دولة السودان علامة نسفينة الإمداد المصرية التي قدامت المساعدات بالسودان ووجه الرعاية فور وصولهم إلى مصر الشكر إلى الدولة المصرية التي وفرت لهم كافة أوجه الرعاية والاهتمام بعد إحنا شايفين مصر وشايفين أولادنا اللي راحوا جابونا من هناك لغاية هنا شايليننا على كفوف الراحة من هناك لغاية لما وصلنا هنا إحساسي يا ابن الله يوصف من الأبطال دول جيسنا العظيم والبحرية العظيم والله يا ابن الله مكد جيس مصر العظيم وقائدنا كائد عظيم حمولنا وأكلونا وشربونا والله والله هناك اللي שנفعونهم يعني ماشي أما إحنا عندنا دولة الإمن بالدنيا وعندنا دولة اسمها مصر والله عندنا دولة اسمها مصر والله ما في زي مصر ويا مين الله ما في زي مصر ولا رئيس مصر تحية مصر تحية مصر الله يكرمك يا الرئيس السيسي أنت يعني عملت فينا كل خير ارحمت ده من الموت ربنا يكرمهم خدمونا ثلاثة أيام ثلاثة ليالي أكل وشراب وخدم ما قصروا معنا أبدا ربنا يا حميم نشكر ربنا أن احنا وصلنا بالسلامة إلى سفاجة نشكر السيد الرئيس حبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والعرسم وزير الدفاع نشكر القوات البحرية ونشكركم كثيرا على حصة الضيافة والاستقبال قدمت لنا جميع الخدمات من وجبات ومن أي حاج يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين